مرحباً، كيف حالك؟ اليوم سنكمل الوحدة الأولى للصف الثاني القديم اليوم سنشرح الـ Adjective Possessive ماذا هو الـ Adjective Possessive؟ وهي صفات الملكية ماذا تختلف حسب جزئين؟ أول جزء حنتكلم على السجئ اللي هو الضمائر G و T و I و L وطبعاً Nouveau LVS و LVS وحنبص الجزئية تانية سواء الكلمة اللي أنا بتكلم عليها أو اللي أنا بمتلكها دي سواء هي masculine مفرد مذكر ولا feminine مفرد مؤنث ولا plural اللي هي جمع طيب، أنا عندي لو أنا بتكلم على G اللي هو أنا لوَ الكلمة أو الحاجة اللي أنا بمتلك jag أنا مذكر هقول ما لو الحاجة اللي أنا بمتلكها مؤنث هقول ما لو الحاجة اللي أنا بمتلكها دي جمع فانا حقول ما طيب، لو أنا بكلمك إنت أو الحاجة اللي Brilliant بتمتلكها دي ليك إنتا مش أنا بقول لك أنت يبقى لو مذكر حقول طن لو مؤنس حقول تا لو جمع حقول تي طيب لو الحاجة المملوكة دي ليه هو أو ليها هي حقول إيه لو ليه هو أو ليها هي لو برضو مفرد مذكر حقول صن لو مؤنس حقول سا لو جمع حقول سي طيب إزاي الكلام دوت أو إحنا بنعمله إحنا بنبصد على جزئيتين أول جزئية بنبص عليها وهي السجئ يعني مثلا عندي هنا السجئ ج يبقى أنا أول ما شفت السجئ ج يبقى أنا فكرت في ثلاث حاجات إيه هم الثلاث حاجات فكرت في ما وما ومي فكرت في الثلاثة دول يبقى أنا أول ما شفت عندي السجئ بتاعي ج ما فكرتش غير في الثلاثة دول ما وما ومي أول حاجة عندي لقيت باغ فيهم. اخترت له ما. طيب مشيت شوية. لقيت مين? ماغ. ماغ دي اللي هي الام. اللي هي مؤنس. يبقى انا اختر لها مين? اختر لها ما اللي هي المؤنس. طيب قابلني غاغ واخرة اس. طيب اللي هو الاخ بس الجامعة بتاعت الكذا اخ. يبقى انا هختار ايه? هختار مي لان دي جامعة. جامعة مذكرة. طيب لو جامعة مؤنس زي سير اكتر من اخت عشان اخرة اس. يا بردو هختار مي? انا الاول حددت السجي بتاعي وعرفت هو ايه? وبقيت بختار من ثلاثة بس. طيب. يجي في الاكزامل او المثال اللي بعده بيقول لي ايه? بيقول لي السي. طان سك. دي شانطتك. طيب ديت شانطتك. عايز اقول له ايوة شانطتك. يبقى بتاعتي انا هقول ايه? هقول مان سك. طيب لان اخترت طان ومان. ما اخترتش تاومة. ما اخترتش تاومة لان هما كلمة سكذي. مسكلان كلمة سكذي مذكر. طيب عندي بيقول لي هنا ايه? ردو. ردو دا بيسوي مين? ردو دا قيلي. يبقى انا شفت قيلي. يبقى انا هفكر في مين? هفكر في تان وساب وثين. طيب حلو قوي. قال لي بقى ردو مين? اخيرة اس. طيب ايه دا دي جامعة? يبقى حخطار منهم سين. هفكر مع مع مين? مع اخته. اخته دي ايه? اخته دي فامينا مؤنث. يبقى اخترتلها سا. طيب يجي يقول لي بقى رماغ. رماغ يعني عنده ملخوضة مهمة. ايه هي الملخوضة المهمة اللي انت حتقولها? الملخوضة المهمة دي انه بيقولي الادجكتيف فوسيسيف اللي هي الما والتا والسا مين دولت اللي هما مطوع الفامينا. حتى بتجيب تهم اللي هي الما والتا والسا ملهم. دفان ايه نان سينجوليه قمانس بار اون ويال. ايه الكلام ده يعني قدام كلمة مفردة بس بتبتدي مفردة مفروض ان هي مؤنثة بس بتبتدي بفاول بتبتدي في حرفة من الحروف. اللي هما ايه? اللي هما ال ا وال ا و ال ا و ال ا و وال اY و كمان مع هم ال احему ويال اتش السايلت. طيب دول بقى بنحط ايه? بنحط مون وو الطا وصا. حتى لو مؤنث او حتى لو مؤنث ماينفاش حت مع اخرة ولا ت اخرة ا lion ولا سا اخرة ا آ قدام كلمة اولا وبعаяв based البrine عليك. انا طبعنا عارف انها مؤنث بس هحط لها بتوع المزكرة طبعا لو الجملة بتجو هحط ما لو الجملة بتجو هحط طا. لو الجملة بتجو هحط طا بال. لو الجملة بيل هحط. الاجبين صان. عندي بعد كده بيقول لي زي هنا عامل اجزامبلة عليهم بيقول جو في ام ايكول. ايكول دي في ميناء. حط ما? لا مش هينفع حط ما شطبنا عليها ليه? عشان ايكول اولا في ويال. هحط ايه? مان. طب. ست امي امي اخيرا ايه دي في ميناء. حطي لها صان. لا ابرضي حطي لها صان. ليه? عشان اولا في ايه? ايه؟ 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 ينفع حطي صان. لا. عشان اولها ست اضع حطي صان. نيجي بقى للجزء البروغيال ودوت اسهل كتير من الجزء اللي فوق لان هو مكوهوش في ميناء ومثلاء. هو في مفرد وجامع. يعني انا سواء هي مؤنثة او مذكرة مع النوع حطي لها ناطر. وجامع احط لها نوع. طب مع الفوق حطي لها فطر. طب ما مفردة سواء مؤنثة او مذكرة. ومع الجامع 이라고. طيب الا فيك اس و اقلا فيك اس برضو. موذكرة او مؤنثة او مؤنثة تلا لغ. طب ومع اخد التلا لغه او عافك اس. طيب ناخد ايه؟ ايه؟ نو فيزان نطر دیوار اوك نو زمين. يعني ايه الكلام ده؟ هو هنا عندي نو. طيب نو يعني احنا بنفكر في مين? في نطر ونو. نو بنفكر في نطر ونو. قبلني اقول كلمة ايه؟ دي كلمة مفرد مش جامد. حطي تلاع نطر. طيب دي اخيرة اس يعني جامع حطت لها نو طيب يجي الجملة اللي وراها بتقولك ايه يعني يعني هنا طيب حافكر في ايه حافكر في لغ ولغة فيك اس طيب لغ ولغة فيك اس انا عندي هنا ايه 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 احط لها ايه احط لها لغة طيب عندي بعد كده هنا دي نظرتكم وي سان نو لينات لان لينات جامعة طيب يعني ان دلوقتي عرفت ان انا عندي في الجامعة دولت الهمة النو والفو والقيلة فيك اس والقيلة فيك اس ما عنديش مؤنس ومذكر عندي المؤنس ومذكر واحد والجامعة لوحده وطبعا عرفنا ان انا عندي في الجو والتو والقيل والقيل لأ المذكر لوحده والمؤنس لوحده وبكده نبقى احنا خلصنا اللي زادشيكتيف وحتلاقوا اللينك بتاع الكتاب دوت موجودة عندكم تحت في الدسكريبشن ولو عندكم اي سؤال ممكن تخشلنا على الصفحة بتاعت الكتاب وتسألوا فيه وهتلاقوا اجزي خسيس هتلاقوا تدريبات وممكن تخلوها وهنزل لها مودل انسر او ممكن تبعتوها لنا او خوار اعلاب غوشن اشتركوا في القناة